أعوذ بالله من خطار جيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل به معالية المياه وتو تريتمينت ونواصل شرح محتيات هذه الوحدة تعريف الطرق المسخده معالية المياه البحر التبادل الأيونات ممكن أن نواصل بأنه تبادل الأيونات بين الطور الصليب الصليد فيس والطور السائل المحيط بهذا الطور الصليب يعني إذا كان عندنا ماء بحر مستمر بهذا الشكل ويمر عبر اللداء هي كمادة صليبة هنا يتم تبادل الأيونات تخلص منها في اللداء ونتحصل على ماء نغي في الأخير الطور الصليب هو لداء كيميائية كميكا ريزين صممت لتبادل الأيوناتها مع آيونات الطور السائل وهنا نعني بها ماء البحر وبهذا نحصل على ماء نغي مبادلات الأيونات الموجبة التي تتبادل الأيونات موجبة الشحنة أو مبادلات الأيونات السالبة ماذا الأيونات السالبة الالينوكسجينج التي تتبادل الأيونات سالبة الشحنة تتبادل الأيونات سالبة الشحنة أي إذا على سطحها أيونات سالبة سوف تأخذ أيونات سالبة يعني مثلا هنا هنا مثلا في سالفيت سالفيت أبلاح السالفيت مثلا فنبادل ونريد نتخلصنا إلى الكلور وهذا على سطح اللدائن إذن تحل محلها مثلا أيونات الكلور وهكذا إذا كان على سطح اللدائن مثلا عندي صوديوم موجبة أيونات صوديوم موجبة إذن تتحول هذه اللدائن وتتحصل على آيونات الكالسيوم بدل آيونات فيتم التبادل هنا فتعتبر هذه كاتيون إكسجينج أي المتبادلات الآيونية وهنا آنيون إكسجينج يعني بهذه الطريقة إذن الشكل في الشريحة التالية يوضح استبدال آيونات الكالسيوم في الماء مع آيونات الصوديوم التي تمت عن طريق اللدائن مبادلات الآيونات الموجبة وهذا يتم كثيرا في عسر الماء استبدال آيونات الكالسيوم في الماء يعني آيونات الكالسيوم في الماء نريد التخلص منها مع آيونات الصوديوم إذن آيونات الصوديوم توجد وين توجد في اللدائن الكيميائي اللدائن الكيميائي أو في المواد الموجودة تسمى بكيميكاريزي التي تمت عن طريق لدائن مبادلات الآيونات الموجبة لزاد عسر الماء إذن نلاحظ هنا هذه اللدائن هذه اللدائن أو ما بيسمو calcium exchange أو الأيونات مبادلات الأيونات الموجبة هذه هي مبادلات الأيونات الموجبة على سطحها في آيونات سوديوم موجبة على سطحها في آيونات سوديوم موجبة وحادية الشحنة إذا مر الماء من هنا إذا مر الماء وهو يحمل معه كالسيوم عند مرور الماء يتم تبادل الصوديوم بالأيونات الكالسيوم ولو لاحظنا هنا لأن الكالسيوم يحمل شحنتين فحل محل الصوديوم والكان موجود هنا اثنين أيوم من الصوديوم تم استبدالهم بواحد أيوم من الكالسيوم وهنا كذلك لو لاحظنا هنا في هذه النقطة إذن كان هنا أيوم صوديوم وكان هنا أيوم صوديوم فتم استبدالهم بأيوم كالسيوم سنائي الشحنة وهذا شيء واضح بالنسبة لعمل مبادلات الأيونات الموجودة وكيف نتحصل على ما عزب أو ما يسمى بإزالة عسر الماء